اليوم حاب أحكي معكم عن قصة صارت معي مؤخرا غيرت نظرتي تماما لموضوع التعلم وبالأخص التعلم بسرعة اشتركوا في القناة يبقى هذا المكان يمكن هو الأقرب إلى قلبي لوجود الكتب ولأنه هذا المكان باعتبره أنا قمرة القيادة وبالأخص في قناة اليوتيوب ويمكن من الأسباب اللي خلتني شوي أبعد عن هذا المكان أنه كانت كثير أفكار عم تجيني في السيارة فباستغل الفرصة بشغل الكاميرا وبصور الفكرة بالسيارة قبل ما أطير فهيك بنضمن أنه كمان يكون في فيديوهات مستمرة في اليوتيوب ولأني كمان بالفترة الأخيرة انشغلت شوي في التدريب والكورسات اللي كنت شغال عليها وبالأخص التجهيز لمنهج كسب المال والحمد لله رب العالمين احنا أطلقناه من شهرين والمجموعة كانت رائعة وشغالين معها والآن نجهز لإطلاق حيكون في المستقبل قريب لمنهج كسب المال هو كورس يمكن سمعتوا عنه يمكن شفتوا الويبنار اللي عملناها شفتوا الفيديوهات الترويجية هو فعلا من أقوى الدورات التدريبية لأنا بشتغل عليها وهو لغاية اللحظة يعتبر أقوى دورة تدريبية أنا بقدمها كسائد يونس بشارك فيها خبرتي في كسب المال وكيف تحقق دخل إضافي حتى لو كنت موظف حتى لو ما كان عندك شغل كيف تحقق دخل إضافي أوتوماتيكي فيعني هاي يمكن الأشياء اللي مركز عليها بالفترة الحالية هو حاليا غير متاح للاشتراك إذا مهتم تعرف عنه أكثر رح أترك رابط تحط إيميالك وإسمك بس ولما نطلقه ببعث لك رسالة بحكي لك فيه أكثر عن هذا المنهج عن منهج كسب المال ولكن حاليا ما فيه إشي تشترك فيه أنا بس حبيت أحكي لكم ليش أكثر الفيديوهات اللي تمت في الفترة الأخيرة تمت في السيارة بدون ما أطول أكثر من هيك في المقدمة بدي أدخل في موضوع الفيديو واليوم حاب أحكي معكم عن قصة صارت معي مؤخرا غيرت نظرتي تماما لموضوع التعلم وبالأخص التعلم بسرعة من مدة طلعت رحلة أنا وزوجتي وأطفالي رحنا على البحر نطينا وصبحنا ولعبنا ومبسطنا وبالنسبة إلي كانت نقلة نوعية حدث صار معي في هاي الرحلة اللي هو السباحة والرقص مع الدلافين فإذا أنت بتابعني بإنستجرام أكيد شفت صورتي مع الدلافين حتى حطيتها كمان في الكميونيتي هنا في اليوتيوب الرقص مع الدلافين بالنسبة إلي كانت من النقلات النوعية في حياتي والسبب ببساطة أنه أنا من زمان بسمع عن ذكاء الدلافين وكلياتنا منعرفه ومنسمع وشوفنا فيديوهات ولكن أنا ما لمست هذا الذكاء حقيقة وما تخيلت حجمه إلا لما نزلت مع الدلافين بالمي ورقصت معها وشفت لأي درجة المخلوقات هاي ذكية سبحان الله ذكاء منقطع نظير فقررت بعد ما رجعت من الرحلة أني أقرأ أكثر عن الدلافين بدأت أقرأ عنها مقالات أشوف فيديوهات أحضر أفلام وثائقية واكتشفت وهذا بالنسبة لي كانت معلومة جديدة يمكن بالنسبة لك أنت بتعرف هذا الموضوع ولكن كان بالنسبة لك الاكتشاف كبير أنه الدلافين هي ثاني أذكى حيوان أو ثاني أذكى مخلوق بعد الإنسان يعني أول شيء أنت عندك الإنسان هو أذكى مخلوق بعدين الدلافين وهي ثاني أكبر نسبة دماغ مقارنة بالجسم الإنسان هو أكبر مخلوق أو المخلوق صاحب النسبة الأكبر اللي هو دماغه ومقارنة بحجم جسمه أكبر نسبة بعدين بتيجي الدلافين اللي لفت انتباهي أكثر في أحد الأفلام الوثائقية اللي شاهدت عن الدلافين وهي المعلومة اللي غيرت نظرتي عن التعلم كانت المدربة بتحكي وهي مدربة مسؤولة عن منتجع ضخم جدا في عدد هائل من الدلافين وفي فريق كبير من المدربين وهي المدربة هي المسؤولة عن هذا المنتجع وهذا المخيم التدريبي إذا بدك تسميه للدلافين كانت تحكي أنه أول وأهم مهارة لازم إحنا نعلمها أو بيقوموا بتعليمها للدولفين حتى يقدروا يعلموا أشياء إضافية هي حب التعلم تخيل أهم مهارة الدولفين لازم يتعلمها حتى يقدر يتعلم المهارات اللي بعدها ويقدر يتعلم بسرعة هي حب التعلم بدأت أفكر أنا في حياتي وبلشت أطلع على المهارات والأشياء اللي تعلمتها بسرعة واكتشفت أنه حقيقة السبب اللي خلاني أتعلمها بسرعة كان أنه أنا دخلت وبدأت أتعلمها وأنا عندي حب لتعلمها هنا بالنسبة لي أنا وكأنه هيك ضوة لمبة كبيرة معلومة خطيرة جداً لو أدركناها رح تساعد أنه نتعلم الأشياء بسرعة خرافية كيف بدك تطبيقها بحياتك يا قد تبدو فلسفية نوعاً ما أنت عشان تتعلم الشيء لازم بالبداية تتعلم حب تعلم الشيء خلينا أبسط لك إياها إذا أنت بدك تتعلم لغة إنجليزية بسرعة مثلاً في البداية لازم تتعلم حب تعلم اللغة الإنجليزية فبدك تقرأ شوي عن اللغة نفسها تتعلم تحب اللغة نفسها تحضر أشياء أكثر باللغة ممكن مسلسلات أو أفلام تقرأ عن ثقافة الشعب صاحب اللغة تبلش أنت تحبب لنفسك اللغة بعدين تبلش تتعلمها هيك راح تلاقي أنه تعلمها راح يكون سريع بالنسبة لك لأنه أنت حابها حاب تتعلمها بدك تتعلم رياضة مثلا بدك تتقن مهارة رياضية بلش اقرأ عن هاي المهارة بلش اقرأ عن هاي الرياضة بلش اقرأ عن تاريخها عن الأبطال الموجودين فيها عن قصص حول هذه الرياضة كيف بدأت بدك تتعلم كرة قدم روح اقرأ عن نفس الكرة كيف بلشت وكيف صنعوها وكيف تصنع كرة القدم وعن الملاعب وعن الرياضة نفسها حتى أنت توصل لمرحلة أنك أحببت حب تعلم المهارة أو الرياضة أو المعلومة فستتعلمها بسرعة شديدة جدا جدا وأنا تحدثت في فيديوهات كثيرة سابقة عن موضوع التعلم والتعلم السريع وذكرت مثلا من الأشياء اللي بتساعدك أنك أنت تتعلم بسرعة أنك تلاقي تطبيقات عملية يعني هذا تحدث عنه في فيديوهات المذاكرة فيديوهات كيف تجيب علامات عالية وأنت تحب المادة أنك تلاقي تطبيقات عملية لهاي المادة تتخيل أنت بعد ما تتخرج كيف رح تستخدمها على أرض الواقع وحقيقة هاي الجزئية بتساعدك أنك تحب المادة لما تلاقي تطبيقات عملية وهذا هو بالضبط الإشي لما أنت تعمله رح يحببك في حب تعلم المادة لازالت العبارة فلسفية حتى بالنسبة لي لما أحكيها بحسها شوي معقدة ولكنها جميلة جدا وبتسوى أنه نطبقها بحياتنا وبتسوى أنه نفكر فيها بحياتنا بشكل عملي معلومة إضافية أيضا حكتها مدربة الدلافين وقالت حتى إحنا نحافظ على حماس الدلافين دائما لازم نبدأ أي جلسة تدريب بشكل إيجابي بطاقة عالية ولازم نختمها بطاقة عالية اللي هو حتى أنت تتعلم الشيء وحتى دائما تكون حاب تتعلمه دائما دور على طرق أنك تبلش بشكل إيجابي دائما بلش بحركة إيجابية بطاقة إيجابية حفز نفسك في البداية إذا أنت مش عارف كيف تبدأ بشكل إيجابي على الأقل حرك جسمك ابدأ هيك اعطي طاقة لجسمك قبل ما تبلش تتعلم حتى ترفع الطاقة الإيجابية عندك وانهي التدريب بطاقة إيجابية حتى تحافظ على حماسك وعلى تعلمك لما تدمج التعلم مع الطاقة ومع الإيجابية هيك بتقدر تتعلم بسرعة وعبارة جميلة جدا حكتها قالت أنه إحنا we're all about positive reinforcement إحنا دائما حول أو نتمحور حول التعزيز الإيجابي أنه أنت لما تعمل الشيء الإيجابي كافئ نفسك الدلفين عشان يتعلموا المهارات الإيجابية بتلاقي المدرب دائما بس يعمل الإشي صح بيعطيه سمكة أو بيعطيه إشي يأكله أو بيطبطب عليه دائما فيه تعزيز إيجابي ما بيروح بلومه أو ببهدله أنه عمل الإشي غلط لا بينتظر الإشي الصح لما يعمله وبيكافؤه وهاي هي الفكرة الثالثة أنك أنت أو شي بدك تحب حب تعلم شيء بعدين بدك تحافظ على الطاقة الإيجابية وبالأخص في البداية وفي نهاية الجلسة جلسة التدريب وبعدين دائما بدك تركز على positive reinforcement على التعزيز الإيجابي فكر بأشياء وبطرق تكافئ فيها نفسك على تعلمك دائما خليك أنت داعم لنفسك حتى لو بحبت شوكولاتة حتى لو بطلعة تتمشى فيها هيك شوي ربع ساعة ثلث ساعة في حديقة اتعزز الطاقة الإيجابية عندك وتكافئ نفسك على تعلمك وعلى التزامك تجاه نفسك وتجاه تطورك في هذه الحياة إذن أصدقائي كانت هاي هي المعلومات اللي حبيت أشاركها معكم في هذا الفيديو بالنسبة لي كانت اكتشاف أنه شفتها على الدلفين بعدين طبقتها في حياتي يمكن أنت تعرفها من قبل وهذا الفيديو هو تذكير بالنسبة لك ولكن المهم دائما مش بس المعرفة المهم التطبيق فأنا بشجعك تبلش من اليوم التطبيق العملي أي معلومة جديدة تتعلمها تطبقها حتى تترسخ في ذهنك وتتعلم غيرها وتفيد نفسك وتفيد مجتمعك إذا في عندكم أسئلة أو آراء أو أفكار جديدة أو اقتراحات دائما بإمكانكم تضيفوها في التعليقات خلينا نثري قسم التعليقات لو أنت جديد على القناة يعني اشترك 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 حتى ما تفوتك أي فيديوهات قادمة ولو عجبك الفيديو اعمل له لايك وبشوفك بالفيديو الجاي على خير إلى ذلك الوقت دمتم ومن تحبون بكل الخير والمحبة والمتعة السلام عليكم سائد يونس بالمناسبة كثير أصدقاء بيسألوني عن هذا الكتاب الأصفر اللي وراي أبو علام تستفهام هذا بيقولوا لي شو هذا الكتاب شوقتنا هذا يا جماعة كتاب كيف تنجح قبل أن تبدأ هذا كتاب سائد يونس أنا اللي مألفه فإذا أنت حاب تتعرف أكثر على هذا الكتاب رح تلاقي أيضا في صندوق الوصف رابط بإمكانك تحصل على الكتاب رح أعط لكم رابط النسخة الإلكترونية والنسخة المطبوعة بإمكانكم تحصلوا عليها من موقع جملون لبيع الكتب بيوصلوا تقريبا لمعظم المناطق حول العالم أنت بتقدر تشيك في الموقع تشوف إذا بوصلوا لمدينتك ويوجد خيار الدفع عند التسليم في موقع جملون اشتركوا في القناة